ألا تقع مسؤولية على العلماء والدعاء في أنهم أحيانا يطلقونها أحكاما أو يقولون كلاما بحق أشخاص ربما يتحمس آخرون ويذهبون فيقتلونه أو شيء من هذا القبيل نبزاك الله خير ينبغي للعالم إن كان عالما حقا أن تكون ألفاظه منضبطة بضوابط الشرع وكذلك الداعية إلى الله عز وجل لألا يكون هو نفسه من مثير الفتن أو من مثير الشغب ولذلك في مثل هذا المقام ينبغي أن نبدأ ونعيد ونقرر في أذهان الجميع أن علماءنا مجمعون على أن إقامة الحدود وضرب الرقاب منوطة بالحاكم فإن قام بها فهو في ذلك مشكور مأجور وإن قصر فيها فوزره على نفسه والله تعالى سائله لكن عدم قيامه بذلك لا يسوغ للقيام ولذلك بعض الناس يعني ممن سب الشريعة وأقذع في ذلك وكتب كتب في بعض بلاد الله لما عمد بعض الشباب إلى قتله العلماء استنكروا ذلك قالوا حتى لو حكم عليه بالردة شرعا فإن إنفاذ الحكم ليس موكولا إلي وإليك ليس موكولا إلى الأفراد نعم